أهلاً وسهلاً بحضراتكم من جديد طالما احنا في الفترة الحالية دي كده في موسم متعلق بمنتخب مصر 2005 و2008 يعني بنتكلم دايماً عن الناشئين والشباب وبنقض نقول إن اللعيب اللي عنده 18 سنة و19 سنة يا جماعة ده لعيبهم الصغير أرجوكم لعبوه مع الفريق الأول وإن إن احنا محتاجين نوسع قاعدة المحترفين المصريين بتاعتنا وقادينا شايفين اللي صلاح بيعمله وعمر مرموش من بعده وكل نجوبنا المحترفين لما تبص على النماذج اللي بتحصل بره وعلى إن الأندية في أوروبا بتبص إزاي لإفريقيا وموام إفريقيا هتلاقي النظرة مختلفة تماماً وحتلاقي إن احنا ما بقناش موجودين قوي في نظرتهم فيما يتعلق بالمواهب ويمكن يمكن لما تناولنا الانترفيو مع السيد خفيارتي بس رئيس رابطة الليجة كان السؤال واضح وصريح ليه ما فيش مصريين بيلعبوا في الدورة الأسباني ما لقناش غير ميدو وبعدين عمر طارق وبعدين عمر سيد معوض اللي بنقوله ألف ألف مليون سلام عليك يا عمر وإن شاء الله يعني تقوم بألف سلامة وربنا يكرمك يا رب يبادى عنك كل شر فأنت ما عندكش محترفين كتير فأما تقعد تبص في الموضوع تلاقي إن انت ما بتطلعش لعبتك ما فيش حد بيجي يبص على المواهب بتاعتك لإن انت عندك بتمسك في اللاعب بتطلب منه فلوس كتير قوي 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 عشان تطلعوا على عكس الناس في إفريقيا فاليومين اللي فاتوا دول يا جماعة النادي البرتغالي أفسي بورتو ونادي من أعرق الأندية في أوروبا وفي البرتغال بكل تأكيد وإنتوا عارفين بورتو بنفيكا كل الأندية سبورتينجليشبونا بكل تأكيد الأندية البرتغالية هي أندية جاذبة للمواهب وبتطور هذه المواهب وثم تبيع هذه المواهب فتلاقي أن في كمية مواهب طلعة من بورتغال مرعبة كل لعبة دي عدت لعبة هناك تطورت وطلقت بعد كده احترفت وكذبوا فيها فلوس كبيرة جدا بورتو أعلن أنه عامل أكاديمية في أنجولا في الواندا تحديدا مش بس كده أن فيلاش بواش رئيس نادي بورتو شخصيا موجود هناك بيمضي العقود عشان تبقى دي الأكاديمية اللي هم بيستسمروا فيها في الدهب الإفريقي بالبلد كده طبعا دي دولة نطيقة بالبرتغالية فيروحوا يدوروا على المواهب المواهب دي بعد كده تطلع تحترف زي ما بيعملوا في فرنسا وزي ما بيعملوا في إيطاليا وزي ما بيعملوا في بلاد كتير جدا وأسبانيا على سبيل المثال هيطلع معانا كده دلوقتي على الشاشة كمية المواهب اللي موجودة في الدوريات الخمسة الكبرى كل دوري من الدوريات الكبيرة شوف فيه كام لاعب أجنبي وكام لاعب منهم إفريقي تعالوا كده نبصوا على دي حتة مهمة جدا تضم أندية الدوري الأسباني في الموسم الحالي 210 لعب أجنبي مش أسبانيين أو مش براء للتحاد الأوروبي من بينهم 45 لعب إفريقي 45 لعب إفريقي شوف فيهم كام لاعب مصري ولا واحد الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي يضم 353 لعب أجنبي منهم 46 لعب إفريقي فيهم كام لاعب مصري محمد صلاح وسام مورسي الدوري الإيطالي في الموسم الحالي يضم 388 لعب أجنبي منهم 46 لعب أفريقي كم لعيب مصري ولا واحد ولو في حاجة جمعنا بنساها أرجوكوا صلحولي تعال نكمل اللي وراها الدوري الألماني في الموسم الحالي يضم 269 لعب أجنبي منهم 27 لعب أفريقي عندنا عمر مرموش الدوري الفرنسي في الموسم الحالي يضم 299 لعب أجنبي منهم 141 أفريقي عندنا منهم مصطفى محمد ومحمد عبد المنعم الدوري البرتغالي في الموسم الحالي ضمن 307 لعب أجنبي منهم 51 لعب أفريقي أعتقد أحمد حسن كوكا آخر المصريين اللي كانوا موجودين في البرتغال فتخيل عدد محترفينك في الدوريات الخامسة الأوروبية الكبرى قد إيه عملوا دراسة لقوا إن أكتر أندية بتكسب نت بروفيت مكسب صافي من استقطاب المواهب وباحة مرة تانية إلى أندية البرتغالية فهم بيبيعوا لعيبة كويس جداً بيجيبوا لعيبة بيصرفوا كتير قوي بس هم أكتر ناس بتكسب فلوس يعني الثلاث أندية تحديداً منهم بورتو اللي بنتكلم عنه النهاردة فبالتالي أنت بتجيب فلوس بتجيب لعيبة تستسمر تبيع يرجع لك مرة تانية الفلوس وده جزء ليه علاقة بالسكاوتينج جزء ليه علاقة بفجن للنادي بيشوفها جزء ليه علاقة أن الأندية دي بقيت عارفة إن لو أنا نادي بورتغالي أنه لما اشتغل مع أفريقي ده مكسب كبير جداً جداً بالنسبة لي عشان كده الناس دي راحت لإكسترا مايل زي ما بيقولوا راحت لفكرة مختلفة إن هم يبدأوا يشتغلوا مع ناس عارفين السوق بتاعنا